اشاد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللاجة الأولمبية البحرينية اشاد بالنتائج التي يحققها فرسان مملكة البحرين في مختلف المشاركات الخارجية وتؤكد المستويات الطيبة التي يمتلكها أبناء هذه الأرض والروح المعنوية العالية الدائمة التي تعد مصدر فخر لكل بحرينية وقال سموه أن النتائج التي حققها فرسان سباقات القدرة في سلوفاكيا وبريطانيا تؤكد المستوى المتميز الذي وصلت إليه القدرة البحرينية والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الفرسان بفضل سياسة التطويرية المستمرة وما تحظى به الرياضة من دعم ورعاية من قبل القيادة الرشيدة وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته بما حققه الفارس فهد هلال الخاطري من إنجاز ملفت في سباق سامورين لمسافة 120 كم بجمهورية سلوفاكيا من خلال تحقيق المركز الأول كما أثنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الإنجاز الذي حققه الفارس عبد الرحمن الزايد من خلال الحصول على المركز الأول في بطولة العالم التجريبية في سلوفاكيا لمسافة 160 كم وكذلك ما حققه الفارس يعقوب الحمادي في سباق إستونبارك لمسافة 160 كم من خلال احتلال المركز الرابع واعتبر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن إنجاز هؤلاء الفرسان المنتمين إلى فريق فيكتوريس بإشراف سموه يؤكد أن فرسان مملكة البحرين قادرين على إثبات وجودهم في مختلف المحافل الخارجية واستعدادهم الدائم لتحقيق الإنجازات ورفع علم المملكة في مختلف الميادين اشتركوا في القناة